اشتركوا في القناة سيما في محافظة ديالة المعروفة بزراعة أفضل أنواع الحمضيات والتمر حرائق بساتين ناحية بوهرز حرمت المواطنة من إنتاج زراعي ومن غطاء نباتي ثري بالخيرات يشكف اللحون مطالبون بإحياء أرضهم ومزارعهم وصلنا إلى مرحلة الناس تركت بساتينها الدولة ما أنه ليش ماذا تنظر أيها المسؤولين انظروا هذا الاقتصاد البلدي تدمر هذه أكبر منتج التمور للحمضيات للفواكه من مش مش إلى خواخ إلى كل اللوزيات التفاع كل أنواع الفواكه هي تزرع في بساتين بوهرز مختصون كشفوا عن حقائق عدة تتعلق بالحرائق كالإهمال وشح المياه ومنافسة المنتجات المستوردة وعزوفوا الفلاحين عن الزراعة لعدم توفر متطلباتها الرئيسة وعدم تلقي الدعم الحكومية ورغبتهم بالحصول على مورد رزق ثابت المسألة الأولى طبعا هي مسألة الإهمال أجزاء كبيرة من البساتين بدأت تهمل وتترك الأسباب طبعا كثيرة جدا شح المياه هذا جانب بدينا نعاني من عنده بالسنوات الأخيرة والجانب الآخر أيضا الإهمال المتعمد لقضية الزراعة ومنافسة المنتج الأجنبي وعزوف الفلاح حقيقة عن مراجعة البساتين أو الأراضي الزراعية بسبب هذه الظروف وتوجهها إلى قضية الاقتصاد الرائعي وهي قضية التوجه طبعا إلى الوظيفة أو إلى البحث عن أماكن الرزق في المقابل فإن سببا يضعه مسؤولون حول انتشار الحرائق مبينين أنها نتيجة إهمال المزارعين للحقول وعدم تنظيفها من المخلفات الزراعية والتي تقود مع الارتفاع في درجات الحرارة إلى تساع دائرة الحرائق هناك إهمال من قبل المزارعين والفلاحين في بساتينهم وعدم تنظيفها من الأدغال مع ارتفاع درجات الحرارة وصيف هذا اللاهب وتعرض الأدغال للحرق نتيجة مخلفات وأكثرها أدغال متيبسة نتيجة الحرارة العالية فممكن أنه أيضا تتوسع هذه الحرائق في البساتين فيما رأى النائب عن محافظة ديالا رعد الدهلكي أن الحرائق التي اجتاحت القطاع الزراعية في المحافظة هي عمليات ممنهجة تقف وراءها أجندات خبيثة لضرب الاقتصاد العراقي بحسب قوله ومهما يكون الأمر تظل الحاجة إلى حلول سريعة جذرية لينقذ العراقيون وطنهم من عمليات التخريب والدمار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر